أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة تكثيف الجهود المبدولة وزيادة معدلات الإنجاز في المشروع القومي لتأهيل وطبطين الترع لما يمثله هذا المشروع الحيوي من أهمية كبيرة جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وطبطين الترع حيث أوضح مدبولي أنه يحقق مكاسب عديدة لمنظومة الري في الدولة بصفة عامة وللمزارعين بصفة خاصة وذلك تنفيذ لتكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف العمل على وصول المياه لنهايات الترع بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رأي الأراضي الزراعية والمستصلحة ولتوفير فرص عمل جديدة للشباب هذا واستعرض الاجتماع والتحديات التي تواجه أعمال التأهيل في عدد من المحافظات فضلا عن التجهيزات المتعلقة بالإعداد لعقد مؤتمر المناخ لعام 2022 كوب 27